حشود صهيونية قرب حدود قطاع غزة للمشاركة بحرب برية روج لها الاحتلال إعلاميا وتجهز لها عسكريا بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية في غزة على حد قوله عملية برية يمكن أن تكون طويلة ودموية وربما ستمثل خطرا هائلا على وجود إسرائيل وفقا لصحيفة ذاهل الأمريكية فتاريخ العمليات العسكري التي شنها الاحتلال ضد قطاع غزة خلال سنوات الماضية يكشف عن فشله في كل مرة بتحقيق أهدافه رغم امتلاكه أعتى وأحدث الأسلحة التي يدمر بها بيوت غزة فوق رؤوس ساكنيها من النساء والأطفال إلا أن دخول إلى غزة بريا لن يكون نزهة للجيش الصيوني على أي حال فالمقاومون الفلسطينيون بحسب نائب رئيس أركاني جيش الاحتلال في الاحتياط لا ينتظرون في الطابق العاشر وإنما هم رابضون تحت الأرض في غزة وإن كل خطوة سيخطوها جنود الاحتلال داخل القطاع سيكون ثمنها باهضا إذ تمتد تحت الأرض في غزة شبكة أنفاق يقدر طولها بنحو 500 كيلومتر لتتفوق بذلك على الأنفاق التي بنها مقاتل فيتنام ضد القوات الأمريكية في القرن الماضي وبحسب صحيفة بيزنس إنسايدر التي نقلت عن خبراء عسكريين فإن إقدام الاحتلال الصيوني على غزو غزة بريا سيكون أكثر صعوبة مما واجهته القوات الأمريكية في العراق لا سيما في الفلوجة عام 2004 إذ إن الجيش الصيوني سيواجه منافسين على درجة عالية من التدريب والانضباط فضلا عن أن الفلوجة في ذلك الوقت كانت أقل كثافة سكانية بكثير من غزة الآن ولم تكن بها تلك الشبكة من الأنفاق لذا فإن مثل هذه الحرب ستكون جحيما على المهاجمين ولن تزيد إلا الفوضى في صفوف جيش الاحتلال لا سيما إذا نجح المقاومون في استدراجه للقتال المباشر من مسافة الصفر الأمر الذي يحيط سلاح الطيران وربما يؤدي إلى هزيمة تاريخية لجيش الاحتلال